اشتركوا في القناة هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ثالثا يكون دجلة والفراد شط العرب رابعا القاهرة عاصمة مصر خامسا بيروت وعمان عاصمتان عربيتان حل التمرين الأول أولا عدنا زكريا يحيى هي من الأعلام الواردين في الآية ثانيا محمد المدينة المنورة ثالثا دجلة الفراد شط العرب رابعا القاهرة مصر خامسا بيروت وعمان تمرين الثاني هاج جملا تشتمل على ما يأتي يطلب من عدنا أنه نكون جملا تشتمل على هذه الشروط أولا علم المذكر ثانيا علم لمكان ثالثا علم للمؤنث حل التمرين الثاني أولا أنس ولد مؤدب هنا عدنا أنس هو علم لمذكر ثانيا الموصل مدينة جميلة الموصل هي علم لمدينة ثالثا فاطمة تلميذة نشيطة أدنى فاطمة هي علم لمؤنث تمرين الثاث ميز العلم من غيره فيما يأتي عدنا كلمات كربلاء البصرة ججلة زيد عالم مهندس حل التمرين الثاث أولا كربلاء اسم علم لمدينة عراقية ثانيا البصرة اسم علم أيضا لمدينة عراقية ثالثا ججلة اسم علم لنهر في العراق رابعا زيد اسم علم مذكر خامسا عالم اسم نكرا ومهندس أيضا اسم نكرا تمرين الرابع أعرف ما يأتي أولا يجتهد علي في الدروس ثانيا بغداد مزدهرة حل التمرين الرابع عدنا إعراب الجملة الأولى يجتهد علي في الدروس أولا يجتهد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره علي قلنا يجي بعد الفعل فاعل يعني علي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره في حرف جر الدروسي قلنا يجي بعد حرف الجر يجي اسم مجرور إذن الدروسي اسم مجرور علامة جره الكثرة الظاهرة على آخره ثانيا بغداد مزدهرة بغداد اسم في بداية الجملة اش نعربه نعربه مبتدأ اذا بغداد مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على اخره مزدهرة طبعا يجي بعد المبتدأ خبر اذا مزدهرة خبر مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على اخره وبهذا نكون نتهينا من حل التمرينات اتمنى تكونوا استفدتم من الحال وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله في جميع الامتحانات وتحصلون على احلى الدرجات لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجراس